مع تقدم قوات نظام الأخير بريف إدلب الجنوبي مطلع العام الفائت ومع استمرار قصفها لمناطق التماس والقرى والبلدات القريبة صعوبات ومخاطر كبيرة تهدد سلامة المزارعين في الحقول المجاورة أثناء جمع محاصيلهم الصيفية لاحظنا أن استهداف عدة مدنين بقزائف على محور البارة بالإضافة محور الفطيرة وقد استشهد عدل المدنين ووجه نداء لأهل المدنين بعدم الاقترام وخطوط الرباط قبل التنسيق مع غرف العمليات ونقاط الرباط وعدم اقترام وخطوط التماس لأن النظام مجرم يقوم بحملة قصف ممنهجة ومستمرة بالإضافة أن العدو زار عدة ألغام على خطوط التماس وهي شكل خطورة كبيرة على أهل المدنين ساعات الهدوء القليلة في اليوم وغياب طائرات الرصد هي فرصة مناسبة للمزارعين في ريف إدلب الجنوبي لقطف الثمار التين التي نضجت على الأشجار وهي أيضا فرصة لجمع الثمار التي تساقطت على الأرض وهذا الزلمة أبقلك واحد راح بده يشترين روح يحوش تيناته بكفرنبيل والله تنم لغمين الأرض راح هو ابنه باللغومي كتل هو ابنه كرمال التينات ما في شيء عيشه الإنسان وحي بده بده إذا ما عاش من رزقاته منه ما تعيش شجرة التين تحتل المرتبة الثانية بعد الزيتون في إدلب وهي سريعة الإنتاج موسمها جيد بحسب المزارعين نظرا لانخفاض تكاليف زراعتها وسهولة قطافها ومردودها الكبير مساحة أراضي التين ما يقارب أربعة آلاف هكتار ويباع طازجا وقسم آخر يجفف على أسطح المنازل ليصدر محليا وخارجيا على الرغم من خطورة المنطقة واستمرار قصف قوات النظام تخاطر مئات العائلات بالذهاب إلى المناطق القريبة من سيطرة النظام من أجل جمع ثمار التين والذي هو مصدر الدخل الرئيسي لكثير من العائلات في تلك المنطقة عبد الرزاق صبيح حلب اليوم من جبل الزاوية بريف إذبا الجنوبي اشتركوا في القناة